نهاردة كان رائع كان رائع مش طبيعي ليه بقى صلاح النهاردة تحدى نفسه هتيجو تقول ليس لهالند جه وهالند هو اللي خطف الأضواء طب انا بلعب قدام هالند وانا اللي هكسب فرقتي وهالند مش هكسب فرقتي ده حصل مرتين ده حصل مرتين في الدلعة الخيلية في أول الموسم والنهاردة ده خيلية لما ليفر كسب منشستر سيدي في الدلعة الخيلية والنهاردة في الدور صلاح قال لي هانا لا يا حينتا بقى انا القديم او انت الجديد واللي جاي بس انا القديم انا التقيل خلص الحكاية خلص الحكاية جول حلوة اوش لف بكنسلو لف بكنسلو لفة كنسلو ده أفضل باك ليفت في العالم وبك رايت النهاردة كان بيلعب هو أفضل باك في العالم لف بيه لفة وخد الكورة انفراد ويدرسون هو اللي اداله الكورة ايدرسون بالمناسبة عامل تلاتة أسست في تاريخه عفوا أليسون أليسون عامل تلاتة أسست في تاريخه التلاتة أسست في تاريخه عملهم لمحمد صلاح يا محمد صلاح دخل برضو أليسون والتاريخ خليها حارس مرما بيعمل أسستات روعة ده بالنسبة لمحمد صلاح ليفربو بشكل عامل نهاردة كان رائع جدا يورجان كلوب دخل المباراة يا سلام على الزكاة والتاكتك النهاردة هيبقى فيه أعادة حلوة قوي فيها كلام كتير في التاكتك فمش هشغلكوا قوي بالرغي في هذا الأمر هنتكلم عنها شوائد بس النهاردة كلوب هزم جوارديولا النهاردة لعيبة كتيرة في ليفربو كانت مميزة يعني جومز مثلا في الدفاع جنب باندايك أنا لا أمحبش جومز هو كان واحد من أفضل اللاعبين مع ليفربو باندايك النهاردة النسخة الأصلية باندايك النهاردة كان النسخة الأصلية بتاعت باندايك أليسون كان رائع روبرسون عبدوتو كانت عظيمة ميلنا النهاردة عمل دور دفاع عبقري مكان أرنولد صلاح طبعا فيلمينيو كان جاية الشوت الأول جوتا كان هايل تيجو ممتاز فيبينيو رائع الفرقة النهاردة حلوة أوي